منذ أكثر من أسبوع يتوافد محتجون على أساس قبلي إلى مخيم شمال محافظة الجو في منطقة العيل بمديرية اليتم الحدودية المحتجون الذين نصبوا مطارحهم قرب الحدود السعودية يطالبون برفع القيود التي يقولون إن السلطات السعودية تفرضها على أمين العكيمي محافظ الجوف السابق وعضو مجلس النواب رسالتنا إلى المملكة العربية السعودية بمثلينها من أقل سعود في فق الشيخ تصريح الشيخ أمين بن علي الحكيمي إلى بلده وقبائله نطلب من المملكة العربية السعودية أطلاق الشيخ أمين اللي بن علي الحكيمي وصرح طلاق أن ما يشتيف اليمن أو السعودية بصورة مستمرة شيخنا العكيمي معناه على الله ثم هو وهو مفتاحها ومغلاقها يلقوا في البيدة وأحنا أسلاح في مينة وأحنا مطارحنا مكانها لين حتى يجينا العكيمي وأبطأ الدقيقة علينا كانها سنة وأحنا عندكم يا من قبل شيبتنا وشيخنا العد في الحكومة والعد في الرئاسة قابل وإذا الآن نطالب فيه رجال يدهم ورجال اليمن كامل مع عد الله شيخ اليمن يتوافد إلى هذه المطارح أعداد كبيرة من رجال القبائل ينتمون إلى بي حسين وبني نوف وأخرون من قبائل همدان والجدعان وخولان بعضهم جاءوا من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي المحتجون قالوا إنهم عقدوا يوم أمس السبت لقاء موسعا في منطقة الريان ضم ممثلين عن قبائل بكيل ومراد ودهم أكدوا فيه استمرار مطارحهم حتى يتم الاستجابة لمطالبها المتمثلة برفع القيود المفروضة على المحافظ السابق الذي تمنعه السعودية من السفر منذ ما يقارب العام طلب السماح للشيخ أمين بن علي العكيمي بالخروج والدخول من وإلى الأراضي من وإلى المملكة والأراضي اليمنية ورفع أي قيود عنه تقديرا لمواقف قبيلة دام بجانب الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية وتقديرا لجهود وتضحيات الشيخ أمين العكيمي في مواجهة مشروع الحوثي الإنقلابي المدعوم من إيران منذ بداية الإنقلاب على الدولة اليمنية وكان ولا زال من الذين لبوا نداء الوطن توافد المسلحين إلى المطارح القبلية بالجوف أثر مخاوف مراقبين قال بعضهم إن وجودها بالقرب من حدود محافظة مأرب يذكر بمخيمات ميليشيا الحوثي التي حاصرت مداخل صنعاء قبل انقلاب ميليشيا الحوثي في العام 2014 سبق للسعودية أن احتجزت محمد عبدالله كد محافظ المهر السابق ولم تسمح له بالسفر إلا بعد أن اضطر أنصاره إلى نصب مخيم احتجاج يقطع الطريق الدولي في المحافظة في العام 2019 ويقول مراقبون إن المملكة تحتجز العشرات من كبار المسؤولين اليمنيين والمسؤولين السابقين وشخصيات قبلية بحيث تسمح لهم بالتحرك بحرية داخل أراضيها وتمنعهم من السفر خارجها فيما يقبع عبدالربو منصور هادي رئيس الجمهورية المنتخب وبعض أقاربه في ظروف احتجاز غير معلومة